فضيلة الشيخ ونفقكم الله يقول بعض الخطبة يرتل الآيات ويغير صوته بها أثناء الخطبة فهل فعله هذا مشروع؟ في فرق بين قراءة الآية للاستشهاد وقراءتها للتلاوة اللي يقرأها للتلاوة يرتلها اللي يقرأها للإستشهاد ما يحتاج إلى ترتيب لأنه ليأخذ الوقت على الناس وقد لا ينتبهون للمطلوب من الإتيام بالآية حسبونه تلاوة فقط فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لقراءة القرآن على قسمين قراءة تلاوة هذه ترتل أو قراءة استشهاد هذه ما يحتاج إلى ترتيب نعم ترجمة نانسي قنقر